دكتور ليث الخلاف واضح اليوم بين القوى الشيعية وبعضا من القوى السنية والقوى الكردية في تمريرة كابين علاوي هل الشيعة سيذهبون إلى البرلمان إذا ما اضطروا على ذلك ويسمرون كابينة علاوي من دون الكرد والسنة أم سيبحثون في خيارات أخرى؟ شوف احنا اول مرة استاذ نجم يعني عطفا على مقدمتك يعني شر البلية ما يضحك وهذه الطبقة السياسية الحاكم اليوم فقدت الحياة وكما يقال اذا لم تستحي ففعل ما شئت لذلك هذه الطبقة السياسية تفعل كل شيء ولم تهتم ابدا بأي حديث وبأي نقد لأن هذا الموضوع مو يمهى الموضوع الأساسي اللي يهمها فهو موضوع المغانم والمناصب إلى آخره عودة إلى سؤالك هذا الموضوع يختص بشيء مهم أتمنى أذكره في برنامجك ويكون يعني المبدأ الذي يبنى عليه البرنامج السؤال الأساسي ما هي الصفقة التي جاءت بمحمد توفيق علاوي بعد أن رفضه يعني بالمرة الأولى رفضته قسم من الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لم يكلفه كيف مرة ثانية رجع السيد علاوي مرشحا وقبل بالتكليف هذا السؤال إذا عرفنا خفاياه وكواليسه سنكتشف كثير من الأمور من دون يعني صعوبة في التحليل أنا أقول لك والبعلومات التي عندي أنه حينما رفض تكليف علاوي ورجع من دون التكليف كانت هناك تحركات من قبل أحد مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس أحد الهيئات السياسية وصار اللقاء بينهما وبين المكلف الذي لم يكلف في وقتها وكانت هناك اتفاقات فيما بينهم على مواضيع محددة من ضمنها أن يكون هذا المكلف يشكل حكومة في ظاهرها مستقلة لكن هذه الهيئة السياسية التي ستدعمه هي التي ستحدد الوزارات حتى لو كانت هذه الأسماء خارجة عن معايير يعني المعايير الحقيقية لموضوع المحاصصة إلى آخره والنقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها هو تحييد أحدى الشخصيات السياسية التي يعني هناك عداء شخصي فيما بينها وتعذر لي ما أذكر الأسماء لأن التلميح واضح ما يحتاج إلى ذكر الأسماء يعني هناك عداء بينها وبين هذا الزعيم السياسي وتحييده وعدم إشراكه في هذه العملية السياسية